أهلا وسهلا بكم ببدو تريدز اليوم لدينا فيديو تحليل مشروع C Plus Charge اليوم سوف أفصل لكم ما هو المشروع كيف يشتغل خارط الطريق توكنوميكس إيجابيته وسلبييته وللأمانة فيديو اليوم برعاية C Plus Charge C Plus Charge ما هو المشروع؟ هو نظام مدفوعات لمحطات شحن السيارات الكهربائية المبنية على تقنية البلوكشين سوف تقولوا ما إعازته ما الاستخدامه هذا النظام يسمح للسائقين وأصحاب السيارات أنه يستفيدوا من الكاربين كريدتس أو أرصدة الكربون حاليا فقط أصحاب محطات الشحن ومصنعو السيارات الكهربائية هن اللي عم يستفيدوا من الكاربين كريدتس أصحاب السيارات ما عم يستفيدوا اللي ما بيعرف شو هو الكاربين كريدت هو النظام تحفيز للشركات للحد من الأثر السلبي على البيئة C Plus Charge لح تخصص محافظة إلكترونية فردية للمستخدمين لدفع تكاليف شحن السيارات الكهربائية خلالها خلال عملة C Plus Charge وبيطلع لهم مكافئات يلي هن الكاربين كريدتس هلأ المشروع حاليا مثل ما نكون شايفين بمرحلة البريسيل بالمرحلة الخامسة من 8 مراحل بالبريسيل وهالمرحلة بتنتهي بعد يوم تقريبا ولكن تذكروا قبل ما تعملوا أي شي إنه هيك عملاتوا مشاريع جديدة كتير خطرة خاصة بالبير ماركت أو السوق الهابط وقت تطلعوا على مشاريع جديدة ضروري نتأكد عن أمان المشروع لأنه في نسبة خطر مع أي مشروع جديد لسلينة المستثمرين تم تدقيق المشروع بالكامل بواسطة شركة Solid Proof وتم التحقق من الفريق بواسطة شركة CoinSniper واجتاز السمارت كونتراكت أو العقد الزكي تدقيق أمن كامل مع عدم العثور عن أي ثغرة أمنية رئيسية وتم عرض المشروع بمواقع معروفة ذات مزدقية بالمجال مثلا يهو فايننس خليج تايم بيتكوينيست إيكوناميك تايم بلومبير كريبتو نيوز وغيرهم هالأمور بيعطوا مزدقية وأمان للمشروع هلأ C Plus Charge عم تعمل عديد من الشراكات المعروفة بالمجال المركبات الكهربائية بالنسبة للمحطات الشحن عم يعم يشتغلوا مع شركة فيهونج فيهونج اللي ما بيعرف هي مأحدة من الشركات اللي نصنع الرائد بعالم معدات الشحن لأكبر أسماء صانعي سيارات وعملوا شراكة مع Flow Carbon اللي بتتيح للمستخدمين كسب عملة GNT ك Carbon Credit أو أرصدت كربون هالأمر تم بدعم من Samsung Next Invesco و A16Z فريق العمل والمستشارين فريق العمل والمستشارين متكامل فيه قسم منه عنده خبرة كبيرة بعالم الكريبتو قسم منه عنده خبرة بالأسواق التقليدية وول سريت وأسواق البورصة راين فيشوف عائلته كان عم تشتغل مع استثمارات مع شركات تابعة للفورتشن 1000 أهم ألف شركة بالعالم يعني بفرجونا عندهم قوة بعالم الأموال كتير كبيرة يعني بيقدروا يجيبوا سيولة إذا اضطروا الأمر خارطة الطريق مقصومة إلى 6 أجزاء تم تحقيق أول جزئين مننا في ظل الـ بير ماركت يعني بالرغم من أنه نحن بي بير ماركت عم يشتغلوا هيدا الشيء إيجابي توكو نوميكس عدد العملات الكامل هو مليار عملة تم توزيعه 40% مرحلة ما قبل البايع اللي نحن فيها بري سيل 15% تطوير النظام البيئي 10% 8% إدراج ومنصات 7.5% للشركاء 5% فريق ومؤسسين 5% بيع خاص 5% البيئة والجمعيات الخيرية 2.5% مستشارين و2% مستثمرين هيدا التوكو نوميكس إيجابي لأنه عدد العملات اللي اللي حيطلعوا للفريق والمؤسسين والشركاء منه كتير كبير لا يأثر على السوق أو يعمل ضغط بيعه إذا بحاجة لأموال لحتى يكملوا المشروع هيدا الشيء إيجابي هلأ بتقولوا لي هل المشروع صالح للاستثمار قبل ما تاخدوا قراركم بحيالة مشروع إذا صالح استثمار ولا لا لازم تعرفوا إيجابياته وسلبياته وتاخدوا القرار على هالأساس خلينا نبدأ بالإيجابيات إيجابيات المشروع أول وحدة تم عرض المشروع بأماكن مهمة ومصدقة عليه بكوين سنايبر وصوليد بروف هيدا الشيء بيعطيه مزدائية سوق السيارات الجهربية عم بيواصل نمول قوي عالميا عالميا عمينما بشكل كتير كبير هيدا الشيء إيجابي بيكبر السوق له عدد العملة منخفض نسبيا وثابت مليار عملة الفكرة الجديدة ولسبب جديد حماية البيئة فقط وقتا نقول حماية البيئة كتير مستثمرين بالدول الغربية بيجذبون هالأمر ويروحوا عليه جمعوا واستثمروا وكملوا تطوير في ظل السوق الهابط هالشيء بفرجه عن قول هلأ سلبيات المشروع أول سلبية المشروع أنه الفكرة جديدة وفي خطورة أنه ما تلاقي إقبال هلأ بالرغم من أنه هالأمر سلب ولكن فرصة إذا نجحت هالفكرة لحتى أقبال كتير كبير سوق السيارات الكهربائية محدود صح سوق حاليا هو محدود ولكن مع الوقت بعرف عدد كبير من الدول الغربية مثلا أما أستراليا وبريطانيا بعد سنة 2030 ممنوع بقى يدخل سيارات بيترول على هالدول كله سينتقل على السيارات الكهربائية هالشي سيجعل السوق ينمى بشكل كتير مشابه صحيح مثلا شركات مثل تسلا وغيرها إذا أسسوا مشروع مشابه هذا أكيد خطر ولكن هذا بجميع المجالات موجود كخطر طريقة بريسيل إيجابية وسلبية بنفس الوقت نحن بعدنا بالمرحلة الخامسة يعني هناك ثلاث مراحل والسعر سيغلق قبل ما يتم إدراجه ويبلش العالم يشتروه ولكن نحن قطعنا النص يعني هناك خطورة ولكن نفس الوقت هناك فرصة في هذا المجال الآن صرت تعرفوا كل شي عن C plus وفيكم تقرروا عن المشروع تذكروا أن الريسيل في هذه المرحلة يخلص بعد يوم تركض بالوصف روابط إذا حدا مهتم ولكن تذكروا وهذا يعمل كثير خطيرة خاصة بسوق الهابط إن شاء الله انبسطتم بالفيديو إذا انبسطتم الفيديو اعملوا لايك اعملوا سبسكرا بالشانل وانا سأراكم قريبا بفيديو جديد وماركت أبريد جديد thank you